حقيقة وزارة الداخلية المصرية وزارة الداخلية في أي بلد في العالم من الممكن تبقى أن مهمتها الوحيدة هي حماية الأمن الداخلي استقرار الأمن الداخلي تطبيق وتنفيذ وتفعيل القانون عندنا في مصر الحقيقة الداخلية بتقوم أيضا بدور اجتماعي وده شيء برضو مهم جدا ودور اجتماعي عالي الأهمية في أصعدة كتير يعني ممكن هبقى أكلمك عليها بعدين مجمعات الإصلاح أو مركز الإصلاح والتأهيل الجديدة اللي موجودة وتغيير اسمها ودورها في دعم النزلاء اللي موجودين حتى التغيير في المسمى اللي حاصل من كلمة سجين إلى نزيل مسألة أنه يشتغل وياخد ما هي بديتحوش له منها جزء وجزء التاني يقدر يحوله على أسرته التي يرعاها حتى وهو نزيل في هذا المركز حطين المنتجات بتاعتهم موجودة في المحلات اللي بتبقى موجودة في الخارج يعني منافذ حضرتك تقدر تشتري منها إذا حبيت وده برضو بيبقى فيه دعم لهؤلاء النزلاء وأسعارها بالمناسبة حنينة جدا بس الدخلية للمرة رقم 22 عملة مبدرة كلنا واحد برضو بتحافظ على جيب سيادتك على محفظة سيادتك على المهية بتاعت سيادتك بتحافظ عليك بكل الأشكال كما تحافظ على الأمن الداخلي وتطبق القانون وتنفزه بتحافظ عليك أيضا في الحماية الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر